السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخي مطبخ شايماء عبدالغني. هنعمل بقى مع بعض سمك البلتي المقلي بشكل جديد. اول حاجة انا هوريكو انا كده فتحت السمكة خالص للاخر زي الفراشات كده وحاكسر الراس بتاعت السمكة لورا عشان ما تبقاش نشف معي وانا بقليها في الزيت. زي ما انتو شايفين كده. حاكسر الراس اهوت. عملت بقى الكمية اللي عندي كلها بنفس الشكل. هحضر بقى الدقة. وحاوريكو هي عبارة عن ايه? فلفل اخدر متقطع وعليه معلقة كمون ومعلقة ملح معلقة جنزبيل وعصرت لمونة. وهحط كمان معلقة خل. هدق بقى الكمية اللي عندي دي او افرمها. خلاص كده انا دقتها. هتبل بيها بقى السمك بتاعي. هتبل كل السمك اللي عندي. المجموعة كلها. ويفضل ان ان انت تسيبيها في التدبيلة شوية بتاعها مثلا ربا ساعة كده ولا حاجة او نص ساعة. قبل ما تقليها. خلاص كده انا دابلت المجموعة كلها. وصبتها بقى شوية كده وحابتدي اه احطها بقى في الدقيق. اه انا هنا بس تعمل كيس بحط فيه كمية الدقيق اللي انا ما محتاجاها. وببتدي اتبل جواء السمك بالدقيق. بضغط كده بقى داية من الناحيتين. علشان الدقيق يمسك على السمكة. بالمنظر ده كده. بحب دايما اجهز كل الكمية في طبق يعني ابقى امتبلها قبلها كلها في الدقيق. وطبعا لما بيس بيها برضو شوية كده في اسقدي بيمسك على السمكة. هوريكو شكلها. تبل بقى المجموعة اللي عندي كلها وهوريكو. خلاص كده انا جهزتها كلها. وعلى فكرة برضو انا سبتها بتاع خمس دقيق كده ولا حاجة. فشربت الدقيق انا حوريكو شكلها ازاي بعد ما شربت الدقيق. شايفين? اما نيجي بقى نقليها بيبقى دي ماسك عليها ما بينزلش معايا في الزيت. هنقلي بقى السمك. يعني كله عارف يعني ايه سمك بلتي مقلي بس الطريقة دي تعتبر جديدة شوية. او مش كل الناس تعرفها. بس افضل واحسن كتير من من انك تقلي السمكة مقفولة. بتبقى يعني بتبقى مقرمشة كده من برة وطريقة من جوة. وكمان شكلها في التقديم بيبقى احلى. لو حب بقى تشيل جزء من الخلطة اللي انا عملتها ده وقت لبعد القلية في ناس بتحب كمان تتبل بعد القلية. فما فيش مشكلة ده حسب بالازواء. ادي شكل السمك بعد ما تقلي. شكله جميل وهو طو مفتوح. شبه الفرشات كده بالضبط. بالهنة والشفاء. جربوها ومش هتندموا. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.